مرحبا أنا لين الحلواني وأنا سلطان الشدادي وهذه حلقة جديدة In Other News وأبرز عنوينها جائزة للمملكة العربية السعودية في بيريس ديزاين أورد توب آرتست و توب سونج لبلبورد شارت أريبيا لهذا الأسبوع في حلقة الليلة بيريس بيترحب بالوافدين للأوليمبيكس بمساعدة الذكاء الاصطناعي هاي العنوين والبداية مع كلام ويب والأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا مواضيع كتير كانت تريند للساعات الماضية ولكن الموضوع التوب تريند هو فوز المملكة بجائزة بيريس ديزاين أورد الفرانسية فبعد النجاح الكبير اللي حققوا معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بانان واللي قيم في مدينة الرياض يونيو الماضي أعلنت جوائز بيريس للتصميم بيريس ديزاين أورد عن فوز هيئة التراث بإحضاء جوائزها لعام 2024 خبر جدا سعيد وفعلا هذا الشي مستحق فالمعرض تميز بالتصاميم المبتكرة والمستوحى من التراث الثقافي في المملكة العربية السعودية ولقى أيضا اقبال وتفاعل كبير من العاملين والمهتمين في مجال الحرف اليدوية في مشاركة عربية ودولية واسعة جولة على المعرض التراثي وتفاصيل عن الجائزة في هذا التقرير بعد سبع شهور من تنظيمه الأسبوع السعودي العالمي للحرف اليدوية المعروف ببينان يصل للعالمية بحصد الجائزة الفضية في فئة التصميم الداخلي في القسم الدولي في جوائز باريس للتصميم معرض ببينان اللي نظمته هيئة التراث في المملكة العربية السعودية في يونيو كان مبادرة بتدعم الثقافة والتراث احتضن فيها معرض ضخم العرض الحرف التقليدية زي السادو، الخشب والفخار بلمسة فنانين سعوديين وتم تخصيص أكشاك مختلفة للحرفيين المحليين والدوليين لإثراء التبادل الثقافي واللي لم تكن زوايا عادية للعرض بل إنها تميزت بعناصر من التراث السعودي والمختلف كمان إنه تم استكمال كل منطقة بمصار صوتي ليغمر الزوار في رحلة سرد للقصص في تجربة حسية فنية آسرة بتعكس النسيج الثقافي الغني والمتنوع للمملكة المشروع برس بفضل نهجه المبتكر في التصميم واللي قدر إنه يمزج تراث المملكة مع الجماليات الحديثة بامتياز الحدث كان ضخم ونجح في إنه يجذب 130 ألف زائر في حين تجاوز إجمالي المبيعات 2 مليون ريال سعودي بالإضافة لملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي واللي وصلت لـ 33 مليون مشاهدة الجدير بالذكر إنه برنامج جوائز باريس للتصميم بيهدف للاحتفاء بإبداع المشاريع المتميزة وتكريم التصميم في تخصصات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في جميع أنحاء العالم واللي بيتم تحكيم كل برنامج فيها من قبل لجنة عالمية بتضم أكتر من 200 خبير في التصميم أكيد نقول مبروك للمملكة العربية السعودية وهذا مو مستغرب على مملكتنا ومبدعيها تماماً سلطان الإبداع السعودي تخطى حدود المملكة وصار عالمي ومن المملكة خليني أخذك إلى مصر حيث لاقت مبادرة قامت بها سلسلة مقاهي مصرية استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت تريند بعد تحويلها أكواب القهوة إلى حملة تضامنية مع أهالي فلسطين ولاقت هذه المبادرة تفاعل كبير صحيح سلطان يعني هذه واحدة من المبادرات الكثيرة التي قامت فيها شركات ومطاعم وأيضاً مقاهي لدعم الشعب الفلسطيني من جميع البلدان لكن هذه المبادرة تحديداً أحدثت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فكرتها الذكية والطريقة الاعتمدتها من تابع سوى هذا التقرير هنا في أحد المقاهي المصرية ملأت أكواب تحمل شعار Free Palestine المكان قطوة أرادت منها أحد الشركات المصرية تذكير المصريين وعملائها في الخارج بالقضية الفلسطينية عند كل مرة يحتسون بها قهوتهم القيمون على الشركة عدلوا الشعار الأساسي The Wake Up Coffee أو قهوة للسيقاظ واستبدلوه بشعار The Wake Up Call أي دعوة للسيقاظ كما وضعوا خريطة فلسطين ما قبل عام 1948 مع هاشتاج Free Palestine هذه الأكواب باتت متوفرة في 55 فرعاً في جميع أنحاء مصر حيث يتم التبرع بنسبة 20% من المبيعات للقطع المنكوب عبر الهلال الأحمر الشركة أنتجت في منتصف أكتوبر الماضي 73 ألف كوب ونفذت في غضون شهر واحد فقط ثم أنتجت 85 ألف كوب في ديسمبر وتتوقع أن تصل مبيعاتها الشهر الجاري إلى 100 ألف كوب في الواقع يحاول مصريون بشتى الطرق دعم سكان القطاع المدمر فشركة أخرى أرادت أيضاً دعم الغزاويين فأنتجت وسادات تحمل تصميم مبتكرة للكفية الفلسطينية وقررت تبرع بـ 80% من سعر كل وسادة لجمعية إغاثة أطفال فلسطين الشركة حققت أرباحاً خيالية وفي غضون 40 يوماً باعت أكثر من ألف قطعة من أخبار الترند ننتقل إلى فقرة In Other Stories اللي أنا أعرف أنه أنت مهتمة بأخبار الفضاء أكيد طيب اسمعي هذا الخبر أثار يعني اكتشاف رذاذ المياه في إحدى الكواكب اهتمام متابعي أخبار الفضاء خاصة أنه إيجاد مياه على كوكب خارجي هو هدف طال انتظاره وبالتفاصيل اكتشف علماء الفلك اللي يستخدمون تيليسكوب هابل الفضائي جزيئات المياه في الغلاف الجوي لكوكب خارجي صغير على بعد 97 سنة ضوئية من الأرض اكتشاف فعلاً كبير ولكن هل رح يكون بإمكان الكوكب أنه يستضيف أي نوع من أنواع الحياة عليه؟ وإيش هي أبرز محاولات الإنسان لاكتشاف المياه في الفضاء الإجابات كلها بهذا التقرير هل من حياة خارج الأرض؟ سؤال دفع العلماء إلى البحث الدائم عن المياه إحدى المتطلبات الأساسية للحياة وتوصلت آخر الأبحاث إلى اكتشاف جزئيات مياه في جو كوكب خارج المجموعة الشمسية يعرف باسم جي جي 9827D وهو يقع على بعد 97 سنة ضوئية من الأرض هذا الكوكب يعادل ضعف حجم الأرض حاملاً لقب أصخر كوكب خارجي اكتشف حتى اليوم محتوياً على بخار المياه في غلافه الجوي فهل هذا الشيء يسمح بأن يكون مكاناً مؤهلاً للحياة؟ كلاً إذ ترتفع درجات حرارته إلى 427 درجة مئوية مما يحول الغلاف الجوي الغني بالمياه إلى بخار ملتهب هذا الاكتشاف ليس الأول من نوعه فهناك اكتشافات أخرى ظهرت فيها أثار مياه على أسطح كواكب قريبة وبعيدة ففي عام 2019 استخدم علماء وكالة ناسا الأمريكية الجيمز ويب سبيس تاليسكوب بغية اكتشاف مهم على كوكب K-18B الخارجي والذي يقع على بعد أكثر من 100 سنة ضوئية عنه تبلغ كتلة هذا الكوكب 2.6 مرات كتلة الأرض وتبين فيه وجود الميثان وثاني أكسيد الكربون مما يشير إلى أمكانية وجود محيط مائي تحت جو غني بالهايدروجين أما اكتشاف مركب ثنائي مايثل الكابريت المرتبط بالنشاط الحيوي على الأرض فيثير إمكانية وجود حياة على هذا الكوكب وليس بعيداً مننا اكتشف المارس إكسبريس أوربتر مؤخراً وجود ثلج مدفون تحت خط الاستواء للمريخ ويقدر سمكه بنحو 3.6 كيلومتر أي يمكن أن يملأ البحر الأحمر في حال ذوبانه وتعتبره وكالة ناسا كمصدر حيوي يسهل استكشاف الكوكب الأحمر في المستقبل إذ يشكل إمكانية الحصول على مياه للشرب ووقود للصواريخ فهل هذه الاكتشافات قد تساهم في اكتشاف حياة خارج الأرض؟ حلقتنا لسه بأولها وفي أخبار كتير فنية ومتفرقة رح نقدم لكم إياها واحدة من هاي الأخبار عن الوطائقي الخاص بسلين ديوان ولكن قبل الإعلان راح أكيد نتوقف مع شريط لأهم الصور في العالم في هذه المجموعة لمختلف الأحداث ترجمة نانسي قنقر نتابع حلقة الليلة من الخبر الآخر وإلى أخبار المشاهير والهوليوث غوسب في تحت الأضوار مثل ما وعدناكم مشاهدينا كل خميس نتابع مع بعض التوب سونجز والتوب آرتست ببلبورد أريبيا تشارت ونعمل تراك للأغاني المتصدرة والمتراجعة أسبوع بأسبوع أنا شخصياً كثير متحمسة أعرف أي أغنية احتلت المراتب الأولى عربياً في بيلبورد أريبيا خاصة مع صدور أغنيات رائعة في الفترة الأخيرة وروح نتابع أيضاً الأغاني لإحتلت المراتب الأولى بالبيلبورد شارت حول العالم لهذا الأسبوع ديكتشف سوا بهذا التقرير ضمن قوائم بيلبورد عربية خط 100 الأسبوع ده بالمرتبة العشرة بتراجع مرتبة عن الأسبوع الماضي سي لا في للشاب خالد وبتقدم ملحوظ من المرتبة الثمنتاشر للمرتبة التفعة بتتقدم أصالة بأغنية فوق بالمرتبة التمنى يليل ويلعين للشامي بتتقدم من المرتبة العشرة الأسبوع الماضي وشيرين بتسيطر على ثلاث مراتب متتلية على البيلبورد الأسبوع ده بالمرتبة السبعة تراجع مرتبة لشيرين عبدالوهاب للوطر الحساس بالمرتبة السادسة تراجع لكلام عيني بالمرتبة الخمسة صبري أليل لشيرين عبدالوهاب بتحافظ على موقعها بالمرتبة الرابعة قولي متى لسعد المجرد بتتراجع من المرتبة الثالثة هيفاء وهبي بتتقدم للتوب فايف بالمرتبة الثالثة بأغنية وصلتلها ولقل ديستينكت بتحافظ على موقعها في المرتبة الثانية وللأسبوع الثاني على التوالي تامر عشور بيحتل المركز الأول مع أغنية هيقيل موقوع معقول هالتشورت أدي فيه مفاجآت إحنا عم نحكي عن أغاني مرة عليها زمن سويل ولساتها من التوب صونج فعلا لين لكن متابعة التشورت أمر ممتع فعلا وأنا أحب هالفقرة في برنامجنا ومن التوب فايف الأغنيات ننتقل إلى الفنانين الأكثر تداولا واستماعا لهذا الأسبوع خلينا نشوف مين فاز الفنانة أصالة بتتقدم للمرتبة العشرة الأسبوع ده ضمن قائمة بيلبورد عربية لأفضل ميد فنان بتقدم ملحوظة عن الأسبوع الماضي الفنانة هيفاء وهبي بالمرتبة التسعة المرتبة التامنة بتشهد تراجع رامي صابري من المرتبة السبعة أما المرتبة السبعة فبتشهد تراجع أيضا لإيل جراندي توتو اللي كان ضمن الطوب فايف الأسبوع الماضي المرتبة السادسة بتتقدم نانتي عجرم مرتبتين عن الأسبوع الماضي وأحمد سعد بيحافظ على موقعه بالمرتبة الخمسة والمرتبة الرابعة بتشهد تقدم مرتبتين لديستينكت وتامر عشور بيحافظ على صعوده للتوب فايف في المرتبة الثالثة عمري دياب بيتراجع للمرتبة الثانية بعد تصدر القائمة لأسبوع الماضي وشيرين بتتصدر القائمة بعد ما تقدمت من المركز الثاني بعد تسعة وثلاثين سنة ويوم على تسجيل أغنية We are the World أطلقت نتفليكس وثائق بعنوان The Greatest Night in Pop اللي بيتحدث فيها عن تسجيل هاي الأغنية التاريخية اللي بتحل المرتبة التاسعة في قائمة Best Selling Singles of All Time هذا الوثائقي يأخذنا إلى زمن عمالقة البوب كمايكل جاكسون وليونيل ريتشي وتينا تورنر ونجوم آخرين شاركوا بهذا العمل الموسيقي اللي دخل التاريخ تفاصيل أكثر عن هذا الوثائقي بهذا التقرير الليلة الأعظم في تاريخ موسيقى البوب بهذه العبارات يتم وصف الليلة التي تم فيها تسجيل واحدة من أهم الأغاني في التاريخ وهي We are the World أو نحن العالم وبعد تسعة وثلاثين سنة تقريباً على تسجيل الأغنية تعرض منصة نتفليكس فيلماً وثائقياً عن تلك الليلة المميزة التي تم فيها جمع أبرز نجوم الغناء العالميين في الولايات المتحدة ليغنوا جميعاً تحت راية واحدة وهي جمع الأموال بغية مكافحة المجاعة في القارة الإفريقية وتحديداً إثيوكيا الأغنية كتبها مايكل جاكسون وليونيل ريتشي وقام بإنتاجها كونسي جونز كما شارك فيها أسماء عدة منها دايانا روس ستيفي واندر، تينا تيرنر، بروس سبرينغستين وغيرهم الجميع اجتمع في السوديو A&M أنا ذاك بعد حفل الأمريكين ميزيك أوردز في 22 كانون الثاني من العام 1925 وبعد طرح الأغنية في 7 مارس أذار شكلت حدثاً تاريخياً في صناعة الموسيقى الأمريكية في ذلك الوقت مع مبيعات تجاوزت العشرين مليون نسخة الفيلم الوثائقي يعرض كل الصور والفيديوهات الحصرية من أرشيف تلك الليلة بدأ التحضير له منتصف العام 2020 وإضافة لعارض كواليس ليلة التصوير يتناول مواقف طريفة حدثت مع النجوم فليونال ريتشي أخبر مثلاً كيف أن ملك الباب الراحل مايكل جاكسون قرر ممازحته عندما كان يكتبان الأغنية وأطلق سراح الثعبان الموجود في منزله لمفاجأته وتخويفه وفعلاً نجح بذلك هو الثائقي آخر طال انتظاره رح يشوف النور عن أريب بعنوان I am Celine Dion محبي النجم العالمية بانتظار هذا الوثائقي اللي بوثق رحلة علاج ديون ومعاناتها مع هالمرض العصبي النادر اللي أصابها وأبعدها عن جمهورها وعن الفن لفترة طوله هذا الوثائقي اللي رح تطلق أمازون MGM هدفه نشر الوعي والتثقيف حول متلازمة الشخص المتيبس وهو الاضطراب العصبي اللي تم تشخيص المغنية العالمية به المشرفين على الوثائقي وصفوه برسالة حب عاطفية وشاعرية وحيوية إلى الموسيقى ورح ينقل محبي ديون إلى مراحل حميمة من حياته يعني العمل أكيد مؤثر جداً خاصة إنه تأثير المرض عليها كان أوي وأبعدها عن الفن قصراً فعلاً يعني ديون كانت في عز عطائها وبفترة النفجة الذهبي لنجمة كبيرة مثلها نتمنى لها أنها ترجع لجمهورها بصحة وعافية إن شاء الله ومن الأخبار الفنية ننتقل إلى الأخبار الرياضية في فقرة سكور خبرنا الرياضي الأول رح يكون من بطولة العالم للألعاب المائية 2024 هذا الحدث الرياضي بتستضيفه قطر اللي رح تجمع على أرضها أبرز الرياضيين من مختلف دول العالم حتى يتنافسوا في رياضات متعددة من الألعاب المائية وكسر الأرقام القياسية هذه البطولة تقام كل عامين تنطلق في 2 فبراير وتستمر لغاية 18 فبراير الرياضيين وبحسب فئاتهم رح يتوزعون على المسابح الرياضية عشان يتنافسون فيما بينهم تفاصيل أكثر عن بطولة فينا في هذا التقرير بدأ العد التنازل لانطلاق بطولة العالم للألعاب المائية والتي تستقطب 2600 رياضيا ورياضية من 190 دولة تقام النسخة الحادي والعشرون من البطولة في الثاني من فبراير القادم وحتى الثامن عشر منه بست رياضات مائية هي السباحة والغطس والغطس العالي وكرة الماء والسباحة الإقاعية والسباحة في المياه المفتوحة بالإضافة إلى 75 فعالية لتوزيع الميداليات ستجرى المنافسات في ثلاثة مواقع إيقونية هي قبة أسباير وميناء الدوحة القديم ومجمع حمد للرياضات المائية تشكل بطولة العالم في قطر خطوة على طريق أولمبيات باريس 2024 ما يوفر فرصا للسباحين والسباحات للتأهل إلى العرس الأولمبي وقد نظمت البطولة لأول مرة عام 1973 بهدف تطوير الألعاب المائية وترويجها حول العالم وإلهام الأجيال القادمة من عشاق الرياضات المائية وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر المتوجين ب293 ميدالية ذهبية ومن روح على باريس اللي عم تستعد لاستقبال العالم خلال أولمبياد 2024 راح تستعين بالذكاء الاصطناعي نظام النقل العام في المدينة المعروف باسم RATP راح يستخدم الـ AI لمساعدة آلاف الزوار من حول العالم على التنقل عبر العاصمة من خلال جهاز ذكي جهاز تراديفيا المحمول واللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدر يترجم بين الفرنسية و 16 لغة مختلفة فيما في ذلك المندريب والعربية والكورية مع ظهور النص على الشاشة بالإضافة إلى قراءته بصوت عالي وسوف يتم تجهيز أكثر من 3000 وكيل بهذا الجهاز لمساعدة السواح في شوارع العاصمة الفرنسية يعني أنا متأكدة راح تكون تجربة غير شي كله السياح أنا شخصيا عمل ما روحت على باريس من لوح؟ صراحة باريس لها سحرها الخاص بس مع الأولمبياد زحمة وحس شوي الجو راح يكون حر خليها شتا نخلص مرة تتمع ليلة اتفقنا من أخبار الرياضة جولة سريعة على أحدث أخبار التكنولوجي بفقرة أبديت والله شكله يا سلطان سنة 2024 وجهة مش خير على شركة آبل فمع انطلاقة السنة صعوبات ومشاكل كثيرة عم بتلاحقها الشركة 100% وهذا الشي اللي احنا قاعدين نشوفه فشركة آبل أمام تحديات كبيرة قاعدة تأثر سلبا على مبيعاتها وقاعدة تسعى الشركة جاهلة عشان تتخلص منها فخلونا نتابع أبرز الصعوبات اللي تواجهها آبل في هذا التقرير بدءا من المنافسة الشرسة وانخفاض المبيعات وصولا إلى القضايا القانونية هذه هي أكبر التحديات التي تواجه شركة آبل هذا العام فالسوق الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح منافسا شرسا لشركة آبل فوفقا لتقرير رويترز انخفضت مبيعات الآيفون في الصين بنسبة 30% بسبب المنافسة المتزايدة من شركة هواوي بعد إصدارها الهاتف الذكي ميد سيكستي برو واجهت آبل هذه الصدمة بتخفيض أسعار الآيفون وغيرها من المنتجات في الصين بما يصل إلى 70 دولار ولم ينتهي الأمر عند ذلك فتقرير قائمة فوريس تضمن ارتفاع القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت لتقترب من شركة آبل التي تصل إلى وفسر الخبراء هذا الأمر للجهد المستمر لشركة مايكروسوفت الذي تقوم به في مجال الذكاء الاصطناعي التوليد وفيما يتعلق بالقضايا القانونية توجه شركة آبل الدعاءات بانتهاك براءة اختراع جهاز قياس الأكسجين لشركة ماسيمو وهو ما أدى إلى حظر إصدار ساعتين ذكيتين لشركة آبل بعد قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية شركة آبل لم تنفي هذه التحديات والصعوبات فأعلنت الشركة عن تراجع مبيعاتها في نوفمبر الماضي هذا الأمر بدوره أدى إلى قيام بنك باركليز بتخفيض تصنيف أسهم شركة آبل هذا الشهر بنسبة 3% ورغم هذه التحديات التي تقف في طريق شركة آبل إلا أن الخبراء يعتقدون أن آبل ستتمكن من التغلب على هذه الصعوبات وستحاول جاهزة في الحفاظ على قاعدة المستخدمين المخلصين والله شكلها سنة 2024 لا هي راحمة أبل ولا هي راحمة إلماس مظبوط كلامك بس أنا بقول طالما أنا وأنت والناس اللي معانا هون بالستوديو طبعا المشاهدين كمان احنا بصحة وعافية بخير أمورنا كمان دائما يا رب إن شاء الله حلقتنا لليوم انتهت نتمنى تكون قضيت وممتع معنا وحبيت الأقبال اللي اخترنا لكم إياها وأكيد موعدنا بيتجدد يوم الأحد والختام مثل العادة فيديوهات من حول العالم في دقيقة واحدة تختصر أهم الأحداث اللي حصلت في الساعات الماضية تصبحون على خير تصبح على خير تصبحا على خير تصحفا على خير تصبحا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة